اشتركوا في القناة 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 الجير بوكس عليها بس هدول الاكستراس اللي هنن يعني تعديلات بسيطة ما فيها شي كتير فمثل ما شايفين في عنا عليها السكن اللي شايفين قدامكم بهذا الشكل فخلونا نرجع للأكتروس العشق ونشوف شو رح نعدل عليه ونشتريه وطبعا يا جماعة الخير مثل ما شايفين رجعنا على المارسيدس الام بي فور العشق الممنوع طبعا شوفونا على الفخام يا جماعة الخير فمثل ما شايفين يا جماعة حقه 34000 يورو وانا معي 7300 يورو فشو رح نعمل رح نحاول انقايد على هاي الشاحنة كيف يعني يا جماعة الخير هون في عنا التايرد ان واللي هو انه تقص او شو بتسموه مثلا مثل داكيش او تبديل بالسيارة يعني بتدفع بتعطيهم السيارة اللي عندك وبتدفع فوق فرق وهيك بتشتريه او بتشحم في اللعبة وبتشتريه على مبدأ انه تشتري الشاحنة بشكل كامل فيا جماعة الخير رح نشحم في اللعبة اول شي وبعدين نرجع لنشوف شو رح نقدر نعمل فمتل ما شايفين رح نضغط على زر للشراء هون يا جماعة الخير بيقولك انه ما عندك فلوس فرح نروح نشحن عن طريق زر الزائد اللي موجود بجنب الفلوس تابعنا فهون بيقولك هاي المبالغ الموجودة عندك تقدر تشحن فيها فمتل ما شايفين رح نشحن نحن تقريبا 30000 يورو ونشوف شو الوضع فمتل ما شايفين هلا هيك رح اشحن ونشوف وهلا يا جماعة الخير مثل ما شايفين شحنت باللعبة 30000 يورو طبعا صار معنا 37000 يورو و300 طبعا خلونا نشوف شو رح نقدر نعمل في يون فمتل ما شايفين الشاحن تقريبا 34000 فرح نضغط نحن على واللي هو عبارة عن مثل تبديل أو هيك شي فهون يا جماعة الخير مثل ما شايفين وقفونا شاحنتنا المان تقريبا ب 4500 يورو هون عبتصير تقريبا الشاحنة بتسعة وعشرين 1500 يعني رح ندفع لهم 29500 حق الشاحنة هاي طبعا يعني أنا برأي خسرونا كتير في الشاحنة لأني شيرينا هديكة بتسعة الاف فخسرت نص اليمة فمعلش ما بأسر رح نضغط على ال yes مثل ما شايفين بهالشكل طبعا أخذوا مننا المان القديمة وهلا رح يعطونا الاكتروس الجديدة مثل ما شايفين شوفونا على الفخامة يا جماعة شوفونا على الفخامة شوفونا على الفخامة يا جماعة الخير طبعا الشاحنة كلها ستوك ستوك ما معدل عليها ولا برغي طبعا خلونا نشوف الشكل الداخلي أول شي يا عين يا عين يا عين على الفخامة يا عين على الفخامة يا جماعة الخير شوفونا على الفخامة يا جماعة الخير ما في مبروك الكل كل شي بوصل لحد هاي الدقيقة يكتب لنا مبروك على الاكتروس فخلونا نشوف هيك يا وضع الشاحنة مسلا والله بينت سريع يا جماعة الخير طيب يا شباب خلونا نعدل عليها ونشوف شو رح نعدل مع بعض فخلونا نصف هيك على جنب والله يا جماعة الخير رايحين على قسم القراج لحتى نشوف شو رح نعدل على الشاحن طبعا يا جماعة متل ما شايفين في عندي هلا 7800 يورو فقط ما ضل عندي غيرهم فرح نحاول نعدل على الشاحنة بشكل بسيط مشان ما نصرف المصاري كلهم فمتل ما شايفين على ما ازر رحي في الشاصية متل هيك او رح حط اعلى قسم او اعلى قياس من الشاصية فازا حطيت هذا الشاصية او هيك طولتها بهالشكل رح تصير تقريبا 4500 ف4500 انا برأيه يعني شوي كتيرة فخلونا نعيف هذا التعديل لمقطع تاني فخلونا هلا نعيف الشاصية متل ما هو ونعدل على الكابين بشكل بسيط فمتل ما شايفين رح نعيف الشاصية بهالشكل رح نروح على الكابين طبعا الكابين بتقدر ترفعه بهالشكل بهيك متل ما شايفين رح يعضوا منه 1700 يورو طيب والإنجين رح عيفه متل ما هو المحرك والجيربوكس كمان والإكستراس طبعا رح نعدل على الشكل الأمامي فمتل ما شايفين رح نحطه بهالشكل متل ما شايفين طبعا هيك يا عين وانا على الجنابية وهون كمان طبعا هون يا لطيف صار 3600 يا جماعة الخير التعديل عنا شايفين طيب هيك عدلنا على اغلب الاقسام الموجودة على الشاحنة طبعا 3800 يورو فمباشرة راح نروح على قسم الالوان طبعا في عنا سكن مثل ما شايفين بهالشكل فما بعرف احط هذا السكن يا جماعة الخير ولا لا ما بعرف فرح نشوف شو راح نعدل على اللون طبعا اللون تقدر تحطه اسود بتقدر تحطه بهالشكل كمان الفضي ولا اللون الفضي حلو يا جماعة ولا لون الاسود كتبولي في التعليقات واذا كان بتحبوا نرجع اللون على متل ما بتكون ان شاء الله بنزبطه بس كتبولي في التعليقات لحتى نعدله على كيف كون فمتل ما شايفين نحطه لون فضي ولا مثلا نحط لون اصفر حلو اللون الاصفر بس باهت شوي فعلا ما ازر احطه لون فضي طيب يا جماعة خلونا نحط اللون هاد واذا كان بتحبه نعدل عليه ان شاء الله بنعدل ونزبطه متل ما بتكون فمتل ما شايفين التعديل كاملا كلفنا 5300 يورو فرح نضغط على الكمفرم ونعمل له نيس وبهاش شكل اشترينا الشاحنة وعدلنا عليها وزبطناها طبعا يا جماعة التعديل وهالتزبيطات هاي رح نجربون بركي هلا رح ناخد هيك جولة سريعة في الشاحنة واذا حبيت ونعمل عليها مقطع تاني وان شاء الله رح ناخد عليها حمولة ونشوف شو الوضع مع بعض شوفونا عالفخامة يا جماعة يعين عالأكتروس طبعا رح ناخد كلفة بسيطة وننهي المقطع لانه طولنا كتير وان شاء الله رح نعمل عليها مقطع تاني وناخد فيها حمولة ونجربة مع بعض فمتما شايفين رح نشوفك ناخدنا جولة سريعة طبعا لو يضيفونا ال mp5 كمان الشاحن كتير حلو هذيك ام الشاشات يعني بدون مرأة يعرفتوها هذيك شاحنة والله فخامة بس حاليا ضيفونا بس ال mp4 كما شيفين يا اخي والله شاحنة حلوة وهلا يا جماعة الكير متل ما شيف توسرنا معكم ونهاية المقطع بتمنى يكون نال اعجابكم وما اصرنا معكم منعطوني رأيكم في التعديل وفي الاكتروس هل عجبتكن ولا لا وهلا يا جماعة الكير بتمنى منكم لا تأصروا معنا ودعمونا المقطع باللايك واشتراكم في القناة واشتراكم في القناة واشتراكم في القناة ولا تسووا تبعالي زر ترس وصالكم كل جديد وبترككم بامان الله وسلام